اشتركوا في القناة غريب يا مظلوم كربلا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة أرى عمري مؤذنا بالذهاب ليلة القدر حقيقية هاي الليلة المهمة هاي ليلة 23 محاسبة النفس تذكر المستقبل هاي بالنتيجة هاي العقبات كلها كل ليلة رح ندخل الها أرى عمري مؤذنا بالذهاب تمر ليالي مر السحاب وتفجعني بيض أيامي فتسلخ مني سواد الشباب ومن لي إذا حان مني الحمام ولم أستطيع منه دفعا لما بيه ومن لي إذا صرت فوق السرير وشيل سريري فوق الرقاب ومن لي إذا آب أهل الوداة عني وقد يأسوا من إيابي ومن لي إذا آب غشان الظلام وأمسيت في وحشة واغترابي ومن لي إذا منكرون جد في حسابي وأذهلني عن جوابي ومن لي إذا ما صار يوم النشور وقمت بلا حجة للحساب فكيف يعاملني ذو الجلال فأعرف كيف يكون انقلابي أبي اللطف وهو الغفور الرحيم أم العدلي وهو شديد العقاب وهل تحرق النار عينا بكت لرزء القتيل بسيف الضباب وهل تحرق النار رجلا مشت إلى حرم من وسام القباب وغل تحرق النار قلبا وذيب بحرقة نيران ذاك المصاب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نور مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة حول الأسرة بشكل عام الأسرة في هذا الزمان تعتبر آخر السجود التي تحفظ الفضائل والقيم حقيقة هذا الزمان أبيح كل شيء وتهدمت كل الأسوار لم تبقى قيم مبادئ إلا واستبيحت بواسطة هذا المد من الإعلام والميديا فبقيت ويجب حقيقة أن تبقى هذه الأسرة باعتبار هي السور الوحيد بعد اللي يحفظنا القيم والمبادئ أخلاقيات من هنا نجد أن الإسلام أولى قضية الأسرة والعائلة عناية خاصة أعزائي في القرآن 13 آية تتحدث عن حقوق الله تلك حدود الله فلا تعتدوها 13 آية عشرة من عدها عشرة من عدها فيما يتعلق بالأسرة وأمور الأسرة وهذا فرد شيء حقيقة كثير يعني 13 آية تتحدث عن حقوق الله أو تجاوز الحقوق عشرة من عدها في مجال الأسرة والعائلة الآن حقيقة تعرفون قضية المثل شيء مهم للفرد وللعائلة للفرد الله سبحانه وتعالى طرح نماذج نماذج هاي أمثلة حتى نتعلم من عدهم إذا إن الله اصطفى آدم ونوح تلاحظ والله سبحانه وتعالى في القرآن عددن الأنبياء صفاتهم أسماءهم حتى يكونوا قدوة لكن الكلام هنا كعائلة أنا الآن أبو أسرة أبو عائلة أريد من القرآن يعرف لي عائلة متكاملة عائلة كاملة الآن أريد من القرآن يعرف لي عائلة متكاملة حتى تكون قدوة قدوة إلي والعائلتي حتى أتعلم من هذه العائلة المثل والقيم والمبادئ والفضائل الأخلاق عائلة كاملة إذا جئنا إلى عائلة آدم طبعا آدم أبونا ونبي حواء أمنا وهابيل رضوان الله عليه كان صالحا متقيا لكن المشكلة في قابيه إذن كعائلة ما ممكن أن تكون عائلة متكاملة أكو بها مشكلة عائلة موسى نفس الشي المربية فاضلة آسيا بتمزاحم لكن المربي كان فرعون بالنتيجة في بيت فرعون كبر أيضا أكو إشكال إذا جئنا إلى عائلة نوح نفس الشي الإشكال في زوجته وابنه إذا جئنا إلى عائلة لوط الإشكال في زوجته فماكو عدنا حقيقة في موسى في عيسى بالنتيجة مو عائلة متكاملة أم وابن ماكو أب فحقيقة لو جئنا إلى القرآن وحاولنا أن نستقرئ القرآن نجد بأن العائلة الكاملة الوحيدة التي من الممكن أن تصبح نموذج يحتذا به هي عائلة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم صلوات الله مدوى لمحمد لذلك في القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرة أعزائي كثيرا ما يقرأ حديث الكساء حديث الكساء كثيرا ما يقرأ وطبعا تعرفون حديث الكساء مستحب قراءته وأكفر مسألة هنا أنا أقول لمن يصير تأكيد على قراءة سورة أو قراءة دعاء أو التأكيد على قراءة مثلا حديث معين لا بد أن أكو هدف من وراء يعني العملية مو عملية ذكر لفظي فقط حينما يؤكد القرآن على الصلوات مثلا ليش هذا التأكيد والتركيز على الصلوات حتى الناس حينما يرددون هذه الأسماء الطاهرة يعني النبي وأهل البيت ويصلون عليهم فرح يصير فرد نوع من الاندكاك حتى هذه الرموز لا تغيب من بالك دائما تستحضرها وتذكرها هسا بالإضافة إلى بيان فضلهم لكن المسألة المهمة الأخرى أنت دائما من تصلي ويستحب بالصلاة وفيها ثواب كثير فمن تذكر النبي وأهل البيت هذا معنى شنو أنت راح تعيش مع هاي الأجواء مع هاي الذوات وتتعلم من عدن باعتبارهم قدوة فإذن قضية التأكيد على دعاء مؤين على ذكر معين على آية معينة تعرفون مثلا صورة التوحيد قل هو الله أحد عفوا صورة الإخلاص صورة الإخلاص مستحبة في الصلاة تدري إنت في الصلاة لما تريد تصلي أذا تريد تقرأ مثلا لنفرط قل يا أيها الكافر أو صورة النصر قرأتها بالركعة الأولى شكوا بيها مستحب واحد يقرها هاي الصور القصار أو حتى الطوال لكن إذا عدتها مرة ثانية يصير مكروه يعني بالركعة الثانية عدت نفس السورة زين نفس السورة عدتها مكروه إلا صورة الإخلاص قلوا الله أحد مستحب إعادتها حتى في الركعة الثانية تلعظوا شون ليش لأن في صورة الإخلاص حقيقة معاني يعني هذا التأكيد من إعادتها أو استحباب إعادتها والتأكيد عليها لابد أكو هدف من وراه لأن هذه الصورة بيها فرد معاني جدا عميقة في مجال التوحيد وخاصة نحن نعيش هسا سواء كان هذا الشرك الظاهر أو الشرك الباطن فلما الإنسان يأكد أو يقرأ هذه الصورة بيها فرد معاني من التوحيد والتوجه إلى الله فقصدي إذن إعادة الذكر إعادة الدعاء التأكيد على شيء معين أكو من وراه هدف نفس الشيء بالنسبة إلى حديث الكساء كلنا يعرف ثواب قراءة هذا الحديث وشقد به ثواب وشقد ناس حصلوا حاجات من ورا قراءة هذا الحديث ليش صحيح إن الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحديث يبين فضاء الأهل البيت لأن تعرفون جبرائيل يسأل السماء صار بها ضجة أصلا فجبرائيل يسأل يا رب ومنهم تحت الكساء فيأتي النداء من رب العزة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صلى على مدوى لمحمد ففي حديث الكساء أعزائي قلت بالإضافة إلى بيان الفضل هناك مسألة مهمة هذا فيما يتعلق بالأسرة وبالعائلة وباعتبار أهل البيت هم قلنا نموذج أولا أعزائي حقيقة لو تشوفون الحديث الكساء من تقرأ أولا قضية الاستئذان ثانيا قضية السلام ثالثا قضية الخطاب والحوار بين العائلة هو الخطاب والحوار بين العائلة يكشف لك عن عمق المودة والحب الذي يرفل في هذه العائلة حقيقة يعني مثلا حينما يدخل الحسن ماذا تخاطبه الأم أولا الحسن سلام الله علي من يدخل يسلم تدري أنت قضية السلام هذا أصلا هو بالإضافة لأنه واجب يعني بمستحبات كثيرة قضية السلام وهذا من الآداب علينا أن نعلم أبنائنا حقيقة قضية السلام من يطوب يسلم وهذا من الآداب من حديث الكساء في عدنا الآية القرآنية المباركة مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا من أهله تسلمون يعني ما يصر واحد يدخل بدون أن يستأذن أو بدون عفوا تستأنسوا تستأذنوا من أهله قصدي فقضية الاستئذان أول شي قضية السلام أول شي قضية الاستئذان عدنا في قضية السلام عدنا رواية لطيفة يجيبها حتى واحد هم يعلم الأولاد هم بالنتجة نهم نبيها ثوابها يقول في الرواية ومن مشى عفوا ثلاث ثلاث يضفين ود المرء لأخيه المسلم ثلاث يضفين ود المرء لأخيه المسلم أولا يلقاه بالبشر يلقاه بالبشر ويوسع له في المجلس هاي اثنين بعد إذا يوسع له في المجلس إذا جلس إليه ويدعو بأحب الأسماء إليه هاي النقطة الثالثة يعني بالإضافة إلى الاستئذان والسلام أن يناديه بأحب الأسماء إليه حسنا نجي يشوف هاي الرواية الآن نجي إلى تطبيقاته نجي إلى تطبيقاته الحسن صلوات الله عليه أو الحسين لما دخله يعني أو علي بن أبي طالب أول شي قضية الاستئذان أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساب هذا استئذان بعد السلام عليك يا أمه فتجاوب الزهراء بأبي وأمه تقول له وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي شنو تدعي تشوف هذا هذا بالنتيجة ذهو لعائلة وهذا الحوار يكشف لك عن عمق المودة والحب وأصن الآداب كله هنا هو هذا احنا من نقول أهل البيت نموذج هو هذا فقضية استئذان وقضية تدري أنت في زمان النبي فرد واحد فرد واحد أجوا النبي قاعد يعني ويا أهل بيته ويا زوجاته بالبيت أجذ دفر الباب وطب بلي عدناها الرواية دفر الباب وطب تدري ترى ذول مشكلة ما كان عندهم كلها الآداب ما يعرفوها القرآن إذا تشوفون أنت القرآن يعلمهم لو ترفعون صوتكم فوق صوت النبي لا تكلموا ما أدري كذا سلموا كله علمهم ما يعرفون وإحنا من نقول جاهلية حقيقة جاهلية معنى جاه واحد قاعد ويا زوجته زين أو أهل بيته واحد يجي يدفع الباب ويطب فرسول الله قال له ألا تستأذن استأذن شون تجي تشطب فقال يا رسول الله منذ أن عقلت وأنا لم استأذن أحد هيفتخر أنه من يوم أنا صرت عقل يعني من بلغت ليه السانة ولا فرد يوم استأذنت على أحد فيجي القرآن يعلمهم تلعظ شون يجي القرآن بالنتيجة يعلمهم على قضية الاستأذن فأقول إذن هذه من الآداب العامة هاي تجي تجي إلى حديث الكساء تشوف هاي الآداب كلها موجودة يعني أول شي قضية الكنية بأحب الأسماء إليه السلام عليك من يدخل أمير المؤمنين تقول له السلام عليك يا أبا الحسن بأبي وأم الزهرة يا أبا الحسن لاحظ وهكذا إذن من خلال حديث الكساء أعزائي اللي به طبعا أنتم من تقرون راح تكتشفون هو هاي نقاط اللي هاي لازم نعلم بها أبنائنا بالإضافة أنه هاي النقاط تبين لك عمق العلاقة والمودة والمحبة اللي في هذا البيت هذه هي النقطة الأولى الآن نجه أعزائي إلى نقطة ثانية جدا مهمة قلنا بأن قضية العائلة في نظر الإسلام جدا مهمة ولذلك الآيات روايات أحاديث في قضية الحفاظ والتماسك العائلة أجب لك رواية جدا جميلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدرون أنت مسجد النبي صلى الله وسلم الآن إذا صليت صلي ركعة مثلا خارج المسجد إلها ثواب لكن إذا صليت في المسجد النبوي الركعة الواحدة تقابلها هناك ألف ركعة في المسجد النبوي ثوات عظيم الصلاة في المسجد النبوي رسول الله بأبي وأمي يقول جلوس المرء عند عياله هاي القعدات ماكو مثل حديث شون حديث الكساء دا تشوف التحديث الكساء شون بيدفع عاطفي وعائلي رسول الله يريد هذا النموذج يتكرر في العوائل المؤمنة والمتدينة لذلك يقول جلوس المرء عند عياله أحب إلي من الاعتكاف في مسجدي هذا مو صلاة اعتكاف يعني ثلاثة أيام صلاة وصوم في مسجد النبي هذا مقابل أن يجلس الإنسان المؤمن مع العائلة مالته شقد ثوابي لمن واحد يجمع عائلته مثلا وهي القاعدات تشوف وهي القاعدات تصير لكن دا تعرفون أنتو شقد إحنا الآن دا نعيش في مشكلة وخطر لمن حقيقة الآن لمن الأولاد والعائلة صدق متشتتة يمكن تجمع بعض الأحيان الأجساد لكن الأفكار والنفوس وين العقول وين كل واحد بعالمه هذا خطر حقيقة هوايا خطر يعني حتى لو من تقعدوا إياهم الآن الأولاد بدي هذا الآيفون أو الموبايل وقاعد يديز مسيجات وستلم مسيجات مو يمك هذا خطر هذا إحنا يجب أن نرجع إلى قيم العائلة عزائي هذا فرد دكتور أمريكي مات كتب كتاب هو كان يسوي دورات كان يسوي دورات في تنظيم الوقت زين دورات عندها بهالمجال هذا تنظيم الوقت بالنسبة للشركات وما الشركات هذا فرد يوم تمرض ونام بالمستشفى وراء أربع أيام يجي ابن تشبير يجي زارة فكان جدا متأذي قال بعد أربع أيام تجون تزوروني وين أمك وين أخوانك وينكم أنتم فقال أبويا أنت القدوة مالتنا قال أنت القدوة مالتنا أنت وينك عشرين سنة وينك عننا ماكو هالجلسات ليش النبي يأكد على رب العائلة جلوس المرأة عند عياله زين خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي مع العلم كانش قد عنده نسوان النبي فقال له وينكم قال له أنت وينك عشرين سنة أنت ماكو فهو هو يتأذى من سمع هاي الحجاية زين ملتهي بشغلة بعالمه فمن طلع من المستشفى ألف كتاب زين في تنظيم الوقت العائل يسمى شون واحد ينظم وقت العائلة حتى يلتقي أكثر بالعائلة ومات كما قرأت مات كمدا وحزدا وانتهى راح خسر عائلته إذن أعزائي هو هذا الفارق حقيقة بيننا وبين الغرب الغرب ما عند قيم العائلة والأسرة هسه يمكن صير صيحات من بعض الأحزاب من بعض المنظمات يام عودين تعالوا رجعوا إلى قيم العائلة لأسرة بس خلص انتهى زين وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر أو اتسع الخرق على الراقع ما كفر شيء اسمه عائلة في 18 سنة الولد بعد مسؤول عن نفسه البنية قال أكثر هم طالعة ما كو هاللحمة وهال مع العلم إحنا في الإسلام لا إحنا ما عندنا شيء إحنا الإسلام يأكد ترابط العائلة هذا فرد واحد من الدكتور في مجال هو العلم النفس التربوي ينقل يقول يقول هو في دولة خليجية يقول كان جاي فرد خبير أمريكي في مجال القانون الجنائي والقانون الكذا المهم جاي خبير أمريكي فأنا تبنيتها يعني فكنت مضيفة عدي وأطلع وأجيبها هذا دعي يمشي بالشارع أتعجب بالسيارة قال أنتو شنو يومي عدكم عطلة قلت لليش قال كل ما أشوف السيارات بها عائلة أولاد وزوجة وكذا قال ليش قال لي إحنا بأمريكا ما أدنيت شي إحنا بأمريكا عادة نشوف السيارة نفر واحد بها بس يوم الأحد هاي إذا يصير عائلة يطلعوا قلتو شنو هاي كل دائما عائلة موجودين بالسيارة هو هذا الحقيقة هو هذا الفارق بيننا وبينهم زي ليش لأن هم تدرون حقيقة الآن حتى هذا يأثر على أولادنا والله يحفظ شبابنا وأولادنا يا رب حق هاي الليلة ليلة القدر والله ترى دعاء الآباء والأمهات في أولادهم مستجاب أعزائي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عواقبهم خير ويرزقهم حسن الأخلاق والالتزام بتعاليم السماء حقيقة الآن أولادنا الآن هاي المدارس شوفوش قد يركزون على قضية الحرية الفردية مقابل الحرية الاجتماعية من الزغرة يعمقون عنده ويجذرون عنده قضية الأنا حقيقة يكبر لذلك كنتوا تشوفون احنا عندنا واحد من يتزوج عائلتين تتزوج بعض أحيان عشرتين تتزوج صح لو لا نا والله شنو هذا صار من نسيبنا هذا أقربان عائلتين يتقاربون مع بعض في زواج هنا اثنين يتزوجون من ومن وصف بس الولد وابنين يتزوجون وين الباقي ماكو ولا سامح الله يصير عندنا الطلاق شايفين شون يصير الشرخ وما شاء هما هنا فقصدي هذا معناه شنو هذا معناه الترابط الاجتماع اللي موجود عندنا هما ما عدم هذا الشيء تتدرون حقيقة الإحصائيات رهيبة على ضوء المعطيات الموجودة اليوم يعني بعد يعني سنة 3000 هاي الإحصائية طبعا يسووا هاي الدراسات على ضوء ما موجود اليوم من إحصائيات سنة 3000 أوروبة تخلو من البشر وفي اليابان يقلون خمسمائة نفر يبقون سنة 3000 ليش لأن سنة بعد سنة ده ينقص إحنا ما نحكي عن إحنا العرب والمسلمين دولة لا ما شاء الله في الزياد زين لكن ده نحكي على الغرب وهذا قصدي هذا الفكر الغربي اللي هو الأنا ما يفكر بعد يسوي عائلة ليش لأن هذا من يسوي عائلة بها التزام وراح بها يصرف وقت وبيها يكون معطاء ولازم ميت شغلة بيها يا مو قوترة واحد يتزوج بينما هو عنده شنو هذا عنده هو الحرية الشخصية شيء مقدس لذلك ما يسوي عائلة ما مستعد أن يسوي عائلة جنس يمارسة بعد ماكو قيود يمارسة براحتة أكل همين أخوه بما شاء الله مطاعم وفاس فود ولا كرية أكل موجود بعد على شنو أدوخ نفسي زين أسوي عائلة والتزام وهي حرية الشخصية مارد الزواج فأقول هذا كل سببه شنو سبب سبب هو هذا أنه بدأت العائلة يوم بعد يوم تنحصر 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 إلى أن يجي فر الزمان تنتهي العائلة بعد ماكو عائلة لأن ماكو مواليد الآن الوفيات أكثر من المواليد عندهم الوفيات أكثر المواليد من المواليد لذلك سنة بعد سنة دي يصير شنو انكماش سنة بعد سنة دي يصير انحسار الآن ينتهون سنة 3000 يقولون ينتهون أوروبا أكثر حقيقة بعض النقاط حبيت أن أطرحها من خلال هذا الموضوع هي قضية تغيير المفاهيم هذه مسألة شوية مهمة هذا الداجيب الفارق بيننا وبينهم هما تفكيرنا وتفكيرهم مثلا هما عندهم الزوجة تدري هذا المفهوم الآن بدأ شنو أقول تغيير المفاهيم متدري أنت المفهوم هو إلى أثر في سلوكية وعقلية وتصرف حتى الإنسان شوفوا عزالة من تتحول الزوجة من تتحول الزوجة إلى يعني بتتحول هذا المفهوم يتحول مفهوم ربة البيت بعد ماكو شيء يسمى ربة بيت شايفين المرأة في بعض المجتمعات تستحي تقول أنا ربة بيت تفتخر لمين يكون شنو أنه هي دا تشتغل موظفة مدرسة إلى آخر تستحي تقول أنا ربة بيت تلاحظون هذا الشيء لولا هذا تغير المفهوم هذا هواي خطر هذا هواي خطر يعني إذا الأم الأم هي الأصل في البيت هاي إذا راح تنشغلت في العمل وين العائلة ماكو عائلة بعد تتشتت العائلة لذلك إنت تشوفون الله سبحانه وتعالى طبعا تدرون إنتوا من السيدات البشر زين أو من الكمل خديجة رضوان الله عليها من الأربع الكمل مكملة من الرجال كثير ومن النساء أربع خديجة رضوان الله عليها خديجة شنو كانت ربة بيت ونعمة ربة البيت حقيقة خديجة كانت ربة البيت لذلك كانت جزاء مالتها الجزاء شنو كان مالتها من الله سبحانه وتعالى من نفس العمل لأنها كانت ربة بيت وربة بيت ناجحة استطاعت أن تستوعب النبي صلوات الله وسلامه عليه وتغدقه بالعاطفة واستطاعت أن تستوعب الزهراء لذلك الله سبحانه وتعالى شوف الثواب من جنس العمل شنو انطاها الله سبحانه وتعالى عوضها ببيت كما بشره الباري عز وجل قال أبلغ خديجة عن السلام وقل لها إن الله سبحانه وتعالى هيأ لك بيت في الجنة هذا البيت من شنو؟ هذا البيت تدرون نقرين نحن نحدثنا يوم عن خديجة من لؤلؤ إلى آخره فقصدي شوف الثواب من جنس العمل لأن خديجة رضوان الله عقاماً فإذن قضية ربة البيت أصبح هذا المفهوم شوية مو شوية تستحي المرأة تقول أنا ربة بيت هاي وحدة هاي مشكلة هاي في قضية المفاهيم أيضاً عدنا في قضية المفهوم الآخر شريك الحياة إحنا ما عدنا شريك إحنا عدنا زوج وكلمة الزوج ربنا هب لنا من أزواجنا كلمة الزوج اسم جنس يعني يشمل الذكر ويشمل الأنثى فإحنا ما عدنا شريك الحياة هم يركزون على هذا المعنى تلعط شون الشريك يعني البرتنر بينما إحنا نأكد على شنو؟ على الزوج الزوج باعتبار هو الشيء الواحد يعني من أنفسكم شيء واحد زوج شوفوا إذا حصل في الآية القرآنية الشقاق بينهما الشقاق الشقاق يعني شنو؟ يعني الورقة الواحدة إذا أنت قصيتها شقيتها هذا الشقاق ليش؟ لأن الثنين صاروا واحد فإذا نحنا عدنا في الإسلام هذا المفهوم يعطي معنى أعمق للعلاقة بين الزوج والزوجة هم عدهم لا شريك بما أنه شريك اليوم شريك بوكرهام ينفصلون لذلك نسبة الطلاق عدهم جدا مرتفع عادي وهذا بسبب شنو؟ بسبب هالتربية على الحرية الفردية أقل شي طلق ما مستعد أن يتحمل مسؤولية ما مستعد شوية يضغط على نفسه ويتحمل مسؤولية فهي مفاهيم مشكلة خطرة هاي هاي مفاهيم الآن إحنا عدنا قاعد تتغير يوم بعد آخر أيضا من الأمور المهمة في هذا المجال مصطلحات تتغيرت وهذا هم خطر يعني مثلا أفرض قضية نعوذ بالله اللواط والسحاق نعوذ بالله تدري هاي كلمة كلمة إلها وقع سيء سلبي اللواط مثلا أو الشذوذ بينما هوا أم عدهم شنو؟ أم عدهم لا ميطلقوا نغيره والمفهوم ماله يعني هذا المصطلح غيره خففه من عنده كثير بدأ لنعوذ بالله اللواط صار الزواج المثلي زواج مثلي والآن تدري هذا دي شرعا وإلى قانون وحماية نفس كلينتون لمن كان هو ذاك الوقت رئيس الجمهورية نفس كلينتون حضر في كانوا مسوين مؤتمر زين هم ذول قلت اللي يقول المنحرفين يعني كانوا مسوين المؤتمر ودعوا كلتون لقى كلمة وقال يجب على الشعب الأمريكي أن لا يميز هؤلاء يعني يتعامل ويهم تعامل طبيعي وهذا زواج وإلى آخره وأنت تعرفون قصص كثيرة في هذا إذن تحول من شذوذ جنسي نعوذ بالله أو لواط أو سحاق إلى لا حوله إلى زواج مثلي زواج مثلي وهذا إلى حقوق ويجب أن يتعامل كالآخرين هذا وين فأقول هاي كلها إذن هاي كلها إرهاصات هذا كلها ترى تخوف بالمستقبل أعزائي هاي المسائل هاي لو نقراها بقراءة واقعية هاي كلها تهز العائلة تدمر العائلة إحنا دعنا نتحدث عن قيم العائلة نحن نبحث عن عائلة متماسكة الإسلام أولى قضية العائلة فرد أهمية جدا كبيرة ستة هذا عائلة أفرض قاعدين في بيت وفرد واحد يجي يتبصبص عليهم يجي مثلا من زرف أو فرد مكان يباوع ويجي فرد واحد من العائلة يضربه بعينه زين كمثالي سأنا أجيب لك كمثال حتى تعرف إيش قد العائلة لها أهمية يجي يضربه بعينه يفقسها أو يعميها ما لهدية ما لهدية تدري أنت لو بالغلط لو بالغلط تعور فرد واحد بعينه بتطفيها يعني يصير بها عينة إشكال هاي الدية مالتة خمسمائة دينار ذهب خمسمائة دينار ذهب لكن إذا أجه هو باوع طبعا هاي العين إلها كرامة لكن هاي العين الخائنة ما الهقيمة العين الخائنة ما الهقيمة ليش لأنه دي بصبص على العائلة دي يشوف العائلة هذا السور منيع يعتبر الإسلام فإذا يجي واحد يجي يجألها الحد هذا واحد يجي يباوع ويعمون عنه ما على يدي هذا كل شيء ما عليه ما يدفعوا لأي شيء ليش لأن هاي العين صارت خائنة مثل الإيد واحد كان يستشكل يقول يدن بخمسمائة بمئين أو خمسمائين عسجد وديت الدية مال الإيد إذا واحد بالغلط يعني أذف رد إيد انقطعت بالغلط الدية مالا تشكلت خمسمائة دينار ذهب يقول يدن بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت فيه ربع ديناري أو نصف ديناري شو هاي واحد من يبوق بسرعة قطعون إيدية لكن إذا ما بايقوا بالغلط واحد يجي عور إيدية يدفع لخمسمائة دينار ذهب الدية مالتا ولكن من يبوق خمسمائة ليش لأن هاي خيانة هنا أنا هنا أمانة فيجاوب الشريف الرضي رضوان الله عليه يقول لها عز الأمانة أغلاها تلعا شون عز الأمانة أغلاها بعد وبالمقابل اللي اللي أهانها وكذا ذل الخيانة فاسمع حكمتها الباري بلي عز الأمانة أغلاها خمسمائة دينار ذهب الدية مالتا لأن أمانة شوكت ما صارت خائنة بعد مالها قيمة فأعزائي نرجع مرة ثانية إلى قضية أن قضية العائلة حقيقة تبقى في نظر الإسلام السريجي للآية القرآنية يقول القرآن ربنا هب لنا طبعا الدعاء في شيء دليل على الرغبة في تحققه عندك فرد رغبة في تحقق هذا الشيء شنو هذا الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا قلنا الزوج مو معنى الرجل يشمل الرجل والأنثى من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيون شنو قرة العين نحن مو نقول قرة عينك شنو معنى القرة القرة لها معنين فرد معنى يعني هاي الدموع الباردة زين الدموع الباردة أكو عدنا دموع ساخنة هاي دموع الحزن نعوذ بالله وأكو عدنا دموع باردة هاي دموع الفرح زين فقد يكون هذا المعنى قرة العين شايفين لما واحد يجيه فرد عزيز تدمع عينه بس هاي الدموع مو ما الحزن هاي دموع الفرح يسموه قرة العين مو حاتم الطائق يقول للعبد ماله يقول له أوقت فإن الليل ليل قره بارد والريح ياموقد وريح صره والريح صوت هام عالي فذا صوت عالي والدنيا ظلمة وبرد ما حد ما يشوف ما يسمع سماع الكلابة جلكم الله ولا يشوف الخيم لينظلمة فيريد يجيب ضيف حاتم الطائفة يقول للعبد ماله يقول له أوقت اعلق نار حتى يشوفون النار ويجون لأن لابد ضوة لاكو ضوة يشوفون الخيم ولا صوت الكلابة جلكم الله يسمعوا لأن أكو ريح عالي صر صوت به فيقول له أوقت فإن الليل ليل قره والريح ياموقد وريح صره عسى يرى نارك من يمره فإن جلبت ضيفا فأنت حره جيب لي ضيف أنت حره إذن القر هو هذا واحد المعنى الآخر للقر هو السكون سكون شايفين لما نفرد واحد في أفرض مدينة ألعاب أو في الزيارة من ما أخذ ابنك ويضيع يضيع طفلك شايف من يضيع أظل عينك شون أظل تفتر يمين شمال لكن بس يصير قدامك تلقى العين شنه يصير به تقر توقف هاي قرة العين ربنا هف لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين عمامة هسا أكثر الرواية أنا من لابس أقراها قبل ما أختم يقول ومن مشى هاي بالنسبة للعائلة وقيم العائلة يقول من مشى ومن مشى في إصلاح بين زوجين تدري المشاكل ترى المشاكل تمر المشاكل ماكو بيت يخلو من مشاكل لكن الفارق بين الإنسان الواعي والإنسان الغير واعي هو هذا أن الثنين عندهم مشاكل الإنسان الواعي يستطيع أن يستوعب هذه المشاكل وعنده فكرة وقدرة على إدارة المشكلة أما الغير واعي رأسا يصير عصبي أو المرض صيح وتنتهي إلى وين نعوذ بالله مشاكل وطلاق وتنهدم العائلة نعوذ بالله لذلك بيوت الأنبياء كلها مشاكل كانت لكن كانوا قادرين على استيعاذ هذه المشاكل فالرواية تقول إذا صارت مشكلة بين زوجين إذا مشكلة صارت بين زوجين وإنت سعت بأن تصلح بيناتهم إصلح بين الزوجين يعني شنو؟ يعني بقولت ليقول إعادة هذه العائلة إلى لحمتها فتقول الرواية ومن مشا في إصلاح بين زوجين أنا حقيقة للفت نظري ثواب مالته قلت أطرح حتى يصير عندنا حقيقة إدراك لأهمية هذا العمل أهمية هذا العمل ومن مشا في إصلاح بين زوجين كتب الله له بكل قدم بكل قدم يعني خطوها كتب الله له بكل قدم ثواب عبادة ألف سنة ومن مشا نعوذ بالله هذا العكس مالته تشايفين حتى تشذب تشذب خوش شرعاً ما يجوز لكن إذا تريد تشذب في إصلاح بين زوجين جائز تروح تقول للزوجة ترى زوجة شمي دحية شتشي قال تروح للزوجة يا با زوجة شتشي قال تشذب لكن في طريق الإصلاح ثواب دي لاحظ هسه هذا الثواب العقاب شنو نعوذ بالله هذا واحد راد يفرق بين زوجين وهذا يشمل ترى حتى الأمهات والآباء هذا الأبو إلى دور في تفرقة العائلة أو الأم تعاني دانا هاي تشن أماري تلازم يطلقها زين وهاي صايرة شقد أكو عوائل تمزقت بسبب هذا العنات شقد عندنا عوائل تمزقت حقيقة لمن الأم يركبه براس تقول أنا هاي ماريدة موخش زين فأيضا الرواية تقول ومن مشى في تفريق بين زوجين نعوذ بالله كتبه الله ملعونا في الدنيا والآخرة ولم يزل في لعنة الله إلى أن يموت تدري شنو معنى اللعنة اللعنة بمعنى الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى إلى أن يموت هو يبقى في لعنة الله نعوذ بالله نعم صل على محمد وآل محمد لذلك نحن نجد بأن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ما نظرت إليها يعني إلى الزهراء بأبي وأمي ما نظرت إليها إلا وانجلت عني الهموم والأحزان بل هاي العائلة المتماسكة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي الحسن بالصلاة والحسين يركبون على ظهر النبي صلواته الله وسلم لا مو بس يركبون يساووا له حل حل يعني شون يتعاملون معه مثل ما يتعاملون معه الداب والأصحاب يقولوا يا ريسول الله شو دي يساوون قلت ركوم لأولاد زي فقصدي كان يتعامل مع هذا الجو أنا دا أحكي لك عن هذا الجو الحميم تدرون أنتوا عندنا من المستحبات هاي شي لطيف من المستحبات إنه واحد يسوي هاي التكبيرات ماكو يسوي تكبيرات عود واحدة من عدها ينوي تكبيرة الإحرام السبعة مستحب الله أكبر الله أكبر الله أكبر ليه أشياء من جدي الحسين سلام الله علي واقف بصف النبي النبي يريد يكبر حتى الحسين يكبر فالحسين ما النبي كبر الحسين ما كبر أعادي التكبيرة أعادي التكبيرة أعادي سبع مرات لذلك صارت سنة مستحبة لعب أو إنه الرسول صلى الله عليه وسلم بحضن الحسن والحسن يقبل تارة هذا وتارة ذاك واحد من الأصحاب قاعد قدام النبي قال لي يا رسول الله عندي من الأولاد عشرة وما قبلت أحدهم قط قط عود الرسول قال لي ما أفعل إذا كان الله قد مسخ أو انتزع الرحمة من قلبك شو قد بثواب واحد يقبل الطفل يحضن الطفل ذاك لو تحدثنا قلنا يحتاج الطفل أو المرايق باليوم من اثنين إلى ثلاث مرات هاي بس عناق غير التقبيل حتى يغدق عليه العاطفة والحنان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام كان خارج من المسجد والأصحاب فمر على دار فاطمة صلى الله عليه وسلم فسمع صوت بكاء سمع صوت بكاء بكاء الحسين سلام الله فوقف الأصحاب تعجبوا يا رسول الله وقفت ليش قال لا تسمعون إلى بكاء الحسين الحسين دا يبجي يا فاطمة أسكتيه فالزهرة قالت لأبا هذا طفل ومن طبيعة الطفل البكاء طفل يبجي طبيعة البكاء فقال لها يا فاطمة ألم تعلمي بأن بكاء الحسين يؤذيني ألم تعلمي أن بكاء الحسين يؤذيني لذلك زينب سلام الله عليها في يوم عاشوراء دم لاحظين زينب أول ما نظرت إلى جسد الحسين سلام الله عليه وهو ممزق في رمضاء كربلاء وين توجهت رأسا توجهت إلى الأبناء أول شيء توجهت إلى النبي قالت يا رسول الله هذا حسينك في العرى مو هذا الحسين هذا حسينك تلاعظ شان هذا الضمير يرجع إلى النبي يا رسول الله هذا حسينك في العرى مسلوب العمامة من الردى محزوز الرأس من القفى وبناتك سبايا فإلى الله المشتكى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزغرى يا جدي يا جدي ما تمحد وقف دونه ولا نغار غمض لعيونه يعالج بالشمس من خطف لونه يا جدي ولا واحد بحلقة ما يقطر يا جدي ولا واحد بحلقة ما يقطر يا جدي ولا واحد بحلقة ما يقطر يا جدي وما بقتل من الطعن روح لذلك الشعر يقول لأروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد وصدرك أم مستودع الحلم والحجا لتقبيلي جيش من الجهل يعمد يا جدي يا جدي من الطعن ما ظل نفس بي لذلك حينما جاءت حتى من إجدتي إلى المدينة أول ما ذهبت وين ذهبت إلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه ولزمت عضادتي الباب غاي زينب سلام الله عليها ونادت يا جدا جئت ناعية ولدك الحسين نعم هكذا كانت العلاقة بين النبي وبين الحسين عليه السلام نعم وصدرك أم مستودع الحلم والحجا لتحطيمه جيش من الجهل يعمد وشاطرت الأرض السماء بشجويا عليك حدادا والمعزة منه والمعزة محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا إليه راجعون لقضاء الحوائج ولكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بل بل إن شاء الله نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ونتوجه إليه بالآية القرآنية المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر وهذه ليلة الدعاء وكلنا حاجة توجهوا إلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أم من يجيب المضطر إذا دعا أم من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين أحفظ علماءنا الربانين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين السادة الحضور الأخوات الكريمات المؤسسين لهذا المجلس اللهم احفظهم فردا فردا اقضي حوائجهم شافي مرضاهم ارحم موتاهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات